أكد الدكتور بشتوان صادق وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان العراق بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية أن وزارته أدت دوراً فعالاً عبر المساجد والمؤسسات الدينية في رفع وعي المواطنين وتعزيز روح الوحدة وثقافة العيش المشترك في الإقليم وقال صادق أن النازحين إلى الإقليم إبان أزمة الإرهاب الداعشي لا سيم المسيحيين وجدوا في مساجده يوم إذن الترحيبة والمساعدة وأشار إلى سعي وزارته لتوحيد الخطاب الديني وترسيخ روح التسامح ونبذ العنف والكراهية ورأى الوزير الكردستاني أن الوضع اليوم في الإقليم جيد جداً إذ حمت الحكومة جميع المكونات من الإرهاب وسندتهم في جميع المراحل وخلص صادق إلى القول الإقليم ملاذ آمن للجميع حيث الخطاب المعتدل والتعايش الأخوي لذا يعيش تسعون بالمئة من مسيحيي وسط العراق وجنوبه في كردستان مستأنفين حياتهم بكل حرية وأمان